هذه أبرز العناوين أجريد تحرز جائزة أفضل لاعبة في الدورية السعودي للسيدات لشهر أكتوبر الماضي ولد الرجراجي يعلن سبب استبعاد حكيم زياش من لائحة المنتخب بعد ثنائية في شباك الخلود حمد الله يواصل كتابة التاريخ في السعودية وأولد بيك مارسيليا يصدم المغربي أمين حارت بقرار حاسم في مستقبله مع الفريق قبل ما نبدأ لا تنسى تشارك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك دائما كل جديد تواصل لعبة المنتخب المغربي ابتسام جريدي تألقها بقميس نادي الأهلي بعدما توجت بجائزة أفضل لعبة في الدورية السعودي للسيدات لشهر أكتوبر المنصر ويأتي تتويج جريدي بهذه الجائزة بعدما ساهمت في تصدر فريقها الأهلي لجدول ترتيب المسابقة المحلية حيث سجلت أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال ثلاث مباريات وكانت ابتسام جريدي قد انتقلت إلى صفوف الأهلي في الميركات الشتوي من سنة 2023 قادمة من الجيش الملكي قبل أن يقرر النادي السعودي التجديد مع لاعبة المنتخب المغربي حتى عام 2026 جدير بالذكر أن لاعبة الجيش الملكي السابقة توجت بجائزة هدافة الدورية السعودي للسيدات موسم 2023-2024 بعد نجاحها في توقيع 17 هدفا كما سجلت حضورها ضمن التشكيلة المثالية للدورية المحلية خلال الموسم ذاته أثار استبعاد النجم المغربي حكيم زياش عن قائمة المنتخب المغربي التي ستخوض مبارتي يرقابون وليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المغربية فبعد غيابه عن القائمة المبارتين السابقتين عاد زياش مجدداً ليكون خارج حسابات المدرب وليد الرقراجي ورغم أن الإصابة كانت السبب وراء غياب زياش عن المباراة السابقة إلا أن غيابه هذه المرة أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقائقية وراء استبعاده خاصة في ظل التوترات السياسية التي يشهدها المغرب والتدوينة التي هاجم فيها زياش حكومة بلاده وكشفت مصادر قريبة أن سبب غياب حكيم زياش يعود إلى ابتعاده عن المنافسة مع ناديه قلطة سراي ولا شيء آخر وأكدت مصادر أن لا خلاف شخصي بين اللاعب ووليد الرقراجي وأن زياش يظل عنصراً هاماً في المنتخب وأشارت المصادر ذاته إلى أن وليد الرقراجي أجرى محادثة مع زياش وأكد له أهميته وأن ينتظر عودته للمنافسة من أجل استدعائه مجدداً ويعيش حكيم زياش فترة صعبة مع فريقه غلطة سراي حيث بات خارج حسابات المدرب ولم يحصل على فرصته الكافية للمشاركة ونتيجة لذلك بات رحيل زياش عن الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية أمراً وارداً كما أكد الرقراجي أنه يأمل في عودة زياش للمنافسة من أجل ضمان مشاركته في كأس أمم إفريقيا المقبلة مشيراً إلى أن اللاعب لديه القدرة على تقديم الإضافة للمنتخب ومع ذلك فإن مستقبل زياش مع المنتخب يبقى مرتبطاً بأدائه مع ناديها الجديد وصل الدولية المغربية عبد الرزاق حمد الله كتابة التاريخ في مباراة الشباب والخلود يوم الخميس الماضي ضمن الجولة العاشرة من دور روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم وتمكن الأسد الأطلسي من التسجيل لأول مرة في شباك الخلود ضمن منافسات الدورية السعودي للمحترفين ليكون الفريق الرقم 24 الذي يهز شباكه في المصابقة المحلية وبات الهداف المغربي بذلك أكثر لاعب في تاريخ الدورية السعودي للمحترفين يسجل في فرق مختلفة بالتساوي مع اثنين من أبرز النجوم السعوديين في عالم الساحرة المستديرة هذا الثنائي هما الساحر هلال سالم الدوسري والمهاجم المعتزل ناصر الشمراني الذي ارتدى قمصان أندية الزعيم والشباب والوحدة حيث سجل في شباك 24 فريقا مختلفا بمصابقات الدورية السعودي للمحترفين وسجل الهداف المخضر ثنائية في الدقيقتين 58 وال75 ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في 8 مباريات بقميس الشباب بمختلف المنافسات وتعد هذه هي الثنائية الأولى لحمد الله في الدورية السعودي منذ أن سجل هدفين في فوز الاتحاد على الفتح بنتيجة أربعة أهداف لهدفين خلال الموسم الماضي وجاء الثنائية حمد الله في شباك الفتح يوم 16 مارس 2024 ضمن أحداث الجولة الرابعة والعشرين من دور روشان قبل أن يكرر الأمر بقميس الشباب بعد 236 يوما وتعتبر هذه الثنائية الثانية للنجم المغربي بقميس الشباب حيث سبق وأن سجل هدفين في الفوز على الأخدود بثلاثة أهداف لواحد في شتنبر الماضي ضمن منافسة دور الثاني والثلاثين من كأس خادم الحرمين أعلنت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا عن نيتها في بيع اللاعب الدولي المغربي آمين حارث خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحددت قيمة الصفقة بـ 9 ملايين يورو ويأتي هذا القرار بعد خروج حارث من حسابات المدرب الإيطالي روبيرتو ديزيربي الذي أعرب عن عدم رضاه عن أداء اللاعب وأكدت تقارير صحفية أن ديزيربي يفضل رحيل اللاعب الدولي آمين حارث عن الفريق من جهة أخرى أشارت التقارير إلى أن نادي زينيت سان بيترسبورغ الروسي لا يزال مهتما بالتعاقد مع حارث وقد يتقدم بعرض جديد خلال الفترة المقبلة وكان آمين حارث قد انضم إلى مارسيليا قادما من شالك الألماني وشارك مع الفريق في 9 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين